كابتن عبدالزاهر يعلق عليه هتفضل ايه رأيك يا كابتن عبدالزاهر دي العلاقة اللي مش كويسة اكيد دعمات ده ب مستحيل يا جماعة ده راجل هقولك على الحاجة ممكن توقف للصورة اه فعايزك تتفرج عليها بالكامل عشان اندع فيه رأكشن لكابتن حسام كده هقول لحضرتك عن صورة لا 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 بس انا ممكن هتصور هم بيقولوا ايه لا انه وقف الصورة وقف الصورة وقفك كابتن هتفضل كابتن بص يا كابتن ده اللاعب وده المدرب ده قاعد على رجليه بس اشخاط عشان بس ايه فيه هحللك القاعدة دي فضلك ده النجم عماد متعب قاعد وكابتن حسان بدري قاعد على كرسي والتاني قاعد على رجليه بيكلمه فاهمني انا متخيل ان كابتن حسان بيعاتبك عماد متعب وده مليون في المية من غير ما عرف هم بيقولوا ايه لكن ده وضع لعيب وده وضع مدرب ده العيب كبير اوي وده الاهلي واسم كبير اوي وده مدرب كبير اوي واسم كبير اوي بس عشان القاعدة انا على فكرة كان ممكن عماد يقعد جنبه وتكلمه بص الحوار ده بسيط جدا وده يدل ان فيه ده فيه حوار وفيه فيه حاجات وفيه بيقوله حاجات وهو بيرد عليه ده ده علاقة الكلام ده حصل النهاردة في احتفالية النادي الاهلي للاعبين المنضمين من النادي الاهلي المنتخبنا الوطني وده الصورة العلاقة دايما هو ده اللي بنقول اسباب النجاح المدير الفني صاحب الشخصات قوية والكبير بيساعد وهنا بتعامل جوالنادي الاهلي مش مدرب ولاعب عماد مش عب نجمي النجوم هنا الاب والابنة كابتن عبدالزاه ده الاخ الكبير طبعا ده الاخ الكبير والمجموعة دي والله يا جماعة فيه حاجات لو عشتوا يعني انا نفسي المدربين انا بزعلش ألم المدرب ليه لان المدرب عاشي لعيشها داتا شادي صح يعني احنا كمدربين دلوقتي او الناس اللي هم فنين تمام يعرفوا العلاقة ما بتبقاش زي ما الجمهور يقول مش نفسي نفسي ما نتكلمش زي الجمهور الجمهور له حذره الجمهور خلي بالك مش شايف كل حاجة احنا شايفين فلما تطلع انت كراجل فني وتقول انا سعب بزعل كدير قوي